السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم احلى متابعين في الدنيا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة كيكة الديس باسيتو يارب ان شاء الله تنقل اعجبكم زي ما انتو بشايفين كده المنظر يعني بتكلم عن نفسه ان شاء الله جميل جدا الكيكة طلع جميلة جدا والزواء يارب يعجبكم حاجة كده بسيطة على قد ما ادرت ازواءه على حسب الامكانيات اللي عندي وطبعا على حسب امكانياتكم في البيت ممكن تعملوا الشكل اللي انتو حابينه واللي تقدروا عليه هتطلع معاكم ان شاء الله جميلة جدا هنشوف مع بعض هنعمل ايه اول حاجة انا معايا بولا كبيرة وهنشوف المأذير مع بعض معايا نص كباية من الزيت ومعايا ربع كباية من الككاو الككاو الخام ونص كباية من اللبن ومعايا كباية الا ربع من السكر وكباية وربع من الدقيق طبعا الكباية الزغيرة هي كباية صغيرة ومعايا نص كباية ومعايا نص كباية من الدقيق ومعايا نص كباية ومعايا نص كباية وكباية من الدقيق ومعايا دلوقتي زراء من الملح ومعايا دلوقتي زراء من الملح وزراء صغيرة برضه من الخل حتى خاطر بس زفارة ونزل بهم على البيض ونزل معايا كمان بالسكر كباية لربع سكر هنضربهم مع بعض هنضربهم مع بعض بالمضرب تقريبا دقيقة بس كده من الضرب لحد ما يبقى شكلها كده الكريمي شوية هنضربهم كويس وبعد كده هننزل عليهم ببقية المازير بتاعتنا هنشوف هنعمل ايه هي كده شكلها حلو قومها حلو هنزل بقى بنصق كباية من الزيت عليهم وهكمل ضرب وبعد كده هحط نصق كباية اللبن هنزل بها برضو وبعدين برضو هضرب تاني نصق كباية نصق كباية نصق كباية نصق كباية وهنحطهم على الخليط اللي معاية طبعا النصق كباية هنا بيدي طعم حلو قوي وريحة جميلة قوي للكيكا انا بفضل دايما اعمل بيها الكيكا الشاتو او الديس بسيتو نحب دايما نحط فيه نصق معاية نصق كباية بيدي ريحة وطعم حلو قوي بس كده خلاص احنا كده دلوقتي خلصنا السائل بتاع الكيكا هنشوف البودر بتاعه هنحط الكباية وربع ديه وهنحط عليهم ربع كباية من الكيكا والخام ومعلش اسفل معلقة من البكن بودر كبيرة وعليهم الربع كباية من الكيكا والخام هنقلبهم مع بعض كويس وبعد كده هنجيب المضرب وهنقلب بقى البودر ديه ده مع الخليط السائل اللي احنا عملناه بس هننزل بيه تدريجيا مش هننزل بيه كل مرة واحدة عشان خاطر يبقى يتقلب كويس وبشكل كويس هشغل المضرب كده وهبتدي انزل بيه شوية بشوية شوية بشوية 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 بش هنتأكد بس ان احنا نخلطهم كويس قوي كده بقت تمامة هي بالشكل اللي انا عايزة ما فيش مشكلة خلص كده تمام كده جاهزة هنبتدي نشوف هنعمل ايه بقى معي عيلة بالدس بسيتو طبعا بتباع في اي مكان في اي سوبر ماركت هي جاهزة على طول الاوالي بدي بتدخل الفرن زي ما هي كده ما تقلقش منها خالص هننزل بقى بالخليط بتاع الكيكا تقريبا المقدار اللي انا عملته هو هيعمل اربع اواليب بس عايزة بقى تضعف الكمية عايزة تعملي اكتر عايزة تعملِ اقل آآ طبعا المقدار اللي انا قلت عليها لو هتعملي اقل هتعملي بقى نصها لو هتعملي اكتر ممكن تعملي ضعفها على حسب ما انت عاوزة الكمية اللي انت عاوزيها اثبوتي المقدار و هتطلع معاك ان شاء الله بنفس الشكل و بنفس الطريقة طبعا انا هزبطهم على الاربع علاب عشان خاطر يبقوا تقريبا نفس الاحجام ما يبقاش في واحدة اكتر من التانية و في نفس الوقت مش هنملى لعلبة قوي زي ما انتم شايفين كده تقريبا اقل من التلت اقل من تلت العلبة عشان طبعا ان شاء الله لما تدخل الفرن هتعلم معايا هنحطها في صنية وندخلها الفرن وتقريبا هتقعد 16-17 دقيقة و هتطلع معايا وتبقى جميلة وبعد كده هنجهز بقى الكريم شنطي على ما هتطلع من الفرن الكيكا معايا دلوقتي نص كوباية من الكريم شنطي معاهم ربع كوباية من الكاكاو الخام معاهم نص كوباية لبن متلج انا متلجا من بدري عشان خاطر يلحق بس يجمد معايا عشان كريم شنطي يطلع مظبوط بس كده ادي الكريم شنطي مفوش اي حاجة هنضربه كويس قوي حد ما يبتدي دي يتقل معايا ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي تقريبا بنضرب حوالي عشر دقايق لو هتعمليه على درجة عالية ممكن ياخد معاكي سبعة دقايق ستة دقايق لو هتعل المضرب قوي يعني زي ما انتم شايفين كده هو بقى جميل جدا وتقل جدا وقادي شكل وقادي قوامه هو هو ده القوام اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين كده لما برفع بتبقى لزجة كده وتقيلة تمام كده زي الفل طبعا الكيكة استويت اهي معايا وبقت جميلة ما شاء الله هشا ورحتها بقى مش قادر اقول لكم الريحة كانت عاملة ازاي كيكة خطيرة جدا ومشاء الله جميلة وزي ما انتم شايفين بصوا بتتقلب ازاي العلب ما شاء الله جميلة مفيش منها اي قلق خالص دخلت الفرن وطلعت واستوت وجميلة جدا هنبتزي بس كده نفتحها بالخلة الاسنان هنفتحها بس كده معايا بالشكل اللي انتم شايفينه كده كل قادر كده بس ببتزي افتح كده فيه بخلة الاسنان ايوه كلهم هعملهم كده بنفس الشكل بعدين نشوف هنعمل ايه مع بعض كده معلقة كده من شوية لمبن خطيت عليهم معلقة من النسكة فيه شرب كيكا نضيفه باللبن نضيفه بالكريم نضيفه في الأربع علم طبقة كبيرة طبقة معقولة نضيفه مع بعض ونشوف شكلهم بقى عامل ازاي طبعا الزواء ده بقى على حسب ما انت عاوزة وعلى حسب ما تحبي مفيش مشكلة ده يرجع لك انت بقى وعلى يرجع لإمكانيات كل واحد في البيت يعني اللي موجود ومتوفر عندك ايه ادي الشكل هو كده خلاص تمام وهيبتدي بقى زينها طبعا انا عندي جنيش الشوكولاتة ده جاهز عندي وانا كنت قلت لكم عليه وعلى طريقته بتعمل ازاي حب اسيب لكم طريقته في صندوق الوصف المأزير بتاعته طبعا اللي عايز يشوفها وما شافهاش معي قبل كده ممكن يدخل على الفيديو بتاع التورتة الفيديو اللي كنت منزله بتاع التورتة انا منزله فيه طريقة الجنيش الشوكولاتة سهله جدا طعمها خطير جدا طبعا ميديها طعم جميل جدا للدس بسيتو وحتلقوها برضو في وصفة كيكة البسكوت البارد ودلوقتي بقى هنزينها عندي شوكولاتة اشكال من الشوكولاتة طبعا من الحاجات دي كلها موتوفرة في اي محلات انتاجات الحلويات موجودة هتلاقيها بسهولة زيني بيها وطبعا اسعارها والله بجد مش غالية بسيطة جدا يعني انت ممكن تجيبي شوية حاجات بسيطة كده بقى اسعار بسيطة يعني على حسب يعني مقاديرة صغيرة من الشرط الجيبي كميات اهو ده شوكولات شيفس ابيض طبعا انا بزينها معاكو والله انا مش في بالي اي طريقة معينة اه هو اللي بيجي في بالي بعمله يعني يعني برات بعملها وانا وانا شغلة معاكو يعني ما كانش في بالي اي فكرة للتزين عندي المكونات وبزين بقى ببتدي ازين فيها بالشكل اللي انا شايفاه واللي انت شايفاه طبعا على حسب ما انت عاوزة الولاد كانوا وقفين معايا طبعا وعملين يقولوني يحطي المنديا موما وحطي ميندة فطبعا عملت بالشكل اللي هم حابينه برضو بطلق طعم اللي هم حابينها اه ده بقى كيس كده انا حطيت فيه شوية اه كريمة اه شوية كريمة كريمة شانتيه وروحت فتحا بقود خلة صغير كده بس عشان خاطر يدي معايا اه يعني خطوط رفيعة خالص مش مش تخينة فزي ما انت شايفين كده شكلها حلوة هي وبعد كده هبتزي حطي لها بقى صوابع في لطس بالشكل ده ابني قال لي وانا بحطها جتا حطها مظبوط قال لي لقى يا موما عوجيها كده فانا بقى عملتها بالشكل اللي هو حابه هو اللي قال لي حطيها كده فزوقه كان حلو والله وجميلة وهبتزي بقى حط في الفراغات دي الشوكولاتة الشوكولاتشيفس الابيض والبني ده مع ده كده وايدي شكله وهنبتزي نعمل اللي بعدها هنشوف هنزينها مع بعض ازاي هاخد الكريم شانتيه الاول هاخد خطوط كده لحد الاخر احنا بنتعلم مع بعض يعني ما فيش مشكله خالص الكيس بس يعني انا فتحته تاني بالخلة عشان بس كان مش عاوز ينزل الكريم شانتيه فتحته تاني اهو زي ما انتم شايفين كده اهو والله ما فيها اي مشكلة سهلة خالص وبسيطة وبعد كده هبتزي حط الشوكولاتة اللي هي زي القروج دي هنحطها كده بالشكل ده وبعد كده هبتزي احط الشوكولات شيبس وهزين اللي بعدها هحط بقى برضو هنا في لوتس تاني عشان آآ بنتي قالتلي وانا كمان يا ماما عملهاي بالفلوتس فعملت لها ايه كمان واحدة بالفلوتس وبرضه هحط آآ شوية آآ شكوراتة بيضا وبصراحة جميلة قوي آآ الزواء طبعا ده بيرجعلك ممكن تحطي بقى مكسرات ممكن تحطي شوية سوداني آآ ممكن تسيبيها كده بالكريم شنطي بس والله كانت جميلة ممكن تبشري شوكولاتة خام على الوش والله برضو تدي طعم حلو قوي آآ مفيش مشكلة إلا موجود في البيت احنا هنزاين بيه مش هنقول لا كل حاجة تنفع مفيش مشكلة ويا رب الشكل النهائي يعجبكم والطعم بصراحة والله كانت طحفة قوي آآ خطيرة قوي من برة ومن جوة والكيكة بتاعتها كانت هشة بسم الله ما شاء الله جميلة واتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة